أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتوى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح نرحب بجميع المشاركات في أي موضوعات ولكن قبل البدء في تلقي الاتصالات عندي مسألة مهمة وخطيرة تستوجب التعليق نشرت هذا المقطع اليوم وهو كارثة بكل المقيس وأكيد شفتوه عدد كبير من المتابعين أكيد شاهدوه حيث قامت معلمة في مدرسة بكندا بتوبيخ أحد الأطفال المسلمين طبعا لأنه حاول التهرب من الاحتفال بما يسمى شهر الفجر أو الفخر شهر الفخر عشان الناس اللي مش عارفين بعض الناس والله على فكرة دي ميزة يعني أنتوا لو مش عارفين هذا الشهر هو شهر يحتفلون فيه بالشواذ كل عام في شهر يونيو تقريبا هذا الشهر بالكامل العلامات التجارية المحلات الشوارع المؤسسات الحكومية المدارس كل مكان تعلق فيه هذه الأعلام وترفع فهذا العام وكما توقعت وقلت أكثر من مرة وقال للبعض أنت تبالغ قلت هذا العام سيختلف تماما عن الأعوام السابقة هذا العام الاحتفالات مختلفة تماما ويعني شوفوا إحنا نارضة مثلا يوم سبعة أو ستة الأمر يا جماعة يعني شيء 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 مخيف مسيرات 150 ألف واحد في بلجيكا مسيرات عرايا في هولندا شفنا مسيرات في ألمانيا شفنا مسيرات في بريطانيا شفنا مناظر أنا شفت يعني حطينهم على سيارة وخلعين هدومهم وبيضربوهم على المخ يعني مشاهد لا يمكن أن يرى أحد المصيبة الكبرى هذا كله ما فيش يعني أنا مش بقول ما فيش مشكلة لكن أقصد هذا الكلام يعني في الشارع في أماكن عامة في كذا أي أن كان ممكن الواحد يحبس أطفاله أو يحبس نفسه عن هذا المكان يعني مع أنه هذا صعب لكن خلونا نقول يعني أنه خلاص الشارع بتاع الجميع زي ما بيقولوا وهذه بلدهم كما يقول البعض المنبطحين يأتين يقول هذه بلدهم وهم أحرار يفعلون ما يشاءون طبعهم مش بيقولوا كده من باب المثلا أنهما ينتقدوهم لا ده هما بيأيدون في هذا الشيء إلا أنا بقى يعني فعلا تعبان منه وزعلان عليه هما الأطفال الأطفال الأبرياء يا جماعة هذا العام قررت تقريبا أنا مش عايز أقول كل لأنه كلها تكون كلمة طبعا فيها مبالغة فعلا غالبية المدارس في الدول الداعمة لقوم الوط قررت فرض هذه العقيدة وهذه الاحتفالات على الأطفال يعني السنادي الاحتفالات خلاص أجبروا الأطفال على حمل هذه الإعلام أصبح لزاما عليهم أن يعرفوا عن هذا الأمر وأصبح الأمر في تقريبا أنا مش هقول كل زي ما قلت في جل المدارس خصوصا المدارس العمومية وحتى المدارس النصرانية الكاثوليكية فيها هذا الكلام اللي حصل السنادي هو برضو كان مفاجأة بالنسبة لهم لأنهم بيتعاملوا مع الأطفال هما بيتعاملوا مع فئة مستضعفة زي ما دايما بنقول أن بعض الأطفال أمثال بطل اليوم وهو منصور بفطرتهم وبالتربية الحسنة إن شاء الله الجيدة يعني نحسبوا أن هذه الأسرة ربت هذا الطفل تربية صحيحة رفضوا هذا الأمر والولد راح المدرسة بشكل طبيعي ربما لا يعلم أنه هيكون في احتفالات لأنهما قالوا الاحتفالات يوم واحد فقط اللي هو يوم واحد يونيو يبدو أنهم لا دهما قالوا هيفوت يوم واحد يونيو لأنه حصل غياب 40% في كندا في بعض المدارس الأولياء الأمور اجتمعوا وقرروا تغييب الأطفال في هذا اليوم لأنه الاحتفالات ستكون صريحة سيحمل الأطفال الأعلام وستكون الاحتفالات فأولياء الأمور قالوا إيه لا يبقى كده بقية الأيام طبيعي فالمهم الولد راح المدرسة بشكل طبيعي واليوم الدراسي كان ماشي زي الفل وطبعا الأعلام هذه أصبحت اعتيادية الأعلام موضوعة طول الشهر يعني هذه طمل وحدها أنه الولد يدخل ويطلع من الباب ويشوف الأعلام هذه المصيبة الكبرى أنه هم حاولوا إجبار الطفل على الاحتفال بدأوا الاحتفال فجأة فهذا الولد طلب من المعلمة أن يذهب لتناول الغداء يعني ولد ذكي ما شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه طلب من المعلمة أن يذهب للغداء فطبعا هي فهمت على طول مباشرة أن هذا الطفل يريد التهرب من الاحتفال وبدأت في الصراخ عليه بدأت معه أحكي لكم وعشان الناس اللي ما شفوش الفيديو خلونا نشوف الفيديو ثم نعلق عليه بعد ذلك خلونا نشوف الفيديو ثم نشوف الفيديو صلونا نشوف الفيديو ثم نشوف الفيديو في الكريم نحن محلوب. ونحن أنك كذلك في كل ملعات. إذا كنت تصدق هذا المشكل، فلا تنقص هناك. لأن هذا ليس كذلك يؤمن بما يؤمن. نحن نؤمن في أرادة. نؤمن أن الناس يمكنهم أن يسعروا من يملكهم يريدون. هذا في المنطقة. وإذا كنت لا تعتقد أن هذا يجب أن يكون المنطقة، لا تستطيع أن نكون كناديس. لا تنقص هناك. وأنا أقوم بالنظر. وأنا أقوم بالنظر. وأنا ليس صحيحاً، هذا يجعلني مجرد البطل منصور أو الشبل منصور هذا الشاب أو الطفل أو أي أن كان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ما شاء الله يعني لولا أنه ثابت على موقفه وكان ذكي لم تعرض لكل هذا وأعتقد أن في أطفال كثر تعرضوا لهذا الإرهاب والتزموا أو جلسوا واحتفلوا وأهالي كثر لا يعلمون ما يتعرض له الأطفال بالمناسبة يعني هذا التسجيل أيضا أنا أحيي الذي سجل مش عارف منصور ولا غيره هذا التسجيل أيضا تسريب هذا التسجيل كان مهم جدا لأنه غالبية الأحداث هذه والمحادثات اللي بتحصل بين الطلاب وبين المعلمين والمعلمات للأسف الشديد لا تصير لنا والله اللي بيحكيه الأطفال لينا في الواتساب الشباب والأطفال اللي بيحكوه لنا مع الأسر في بعضهم مع الأسر أو مباشرة بتواصلوا معنا أنه فعلا بتعرضوا الفتن كبيرة ومناقشات وشبهات في الدين طعن في الدين يسمعون كلاما بذيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون الإنكار لو كانت أسرة قوية أحيانا الأسرة تتدخل وتشتكي وكذا لكن في كثير من الأحيان يتقبلون الإهانات والشتائم والإساءات والشبهات ولا يستطيعون الحديث كل هذا طبعا تحت بند حرية الرأي أقول لمنصور اثبت فإنك على الحق والله لقد فضحت هذه الدول التي تدعي الحرية وكشفت حقيقتهم في هذه الدقيقة يعني إحنا أنت ما تكلمتش أنت بصمتك هذا وبقرارك أن تنسحب من هذه الاحتفالات أنت فضحتهم يا رجل إزاي نثبت أن هؤلاء يعتنقون الفاشية ها هي دي الفاشية يعني أنا مش عايز حد يعرف للفاشية يعني هذا الدين الجديد أصبح فاشية على الناس أصبح يجبر الناس عليه وقريبا العام هذا زي ما أنتم شايفين الجنون سوف يزداد في العام القادم فنقول له جزاك الله خيرا وأنا بصراحة مش عارف أقول إيه أنا محتار في موضوع الأهل أحييهم أم لا يعني الأسرة هل مثلا يعني أحييهم على هذه التربية وهم يستحقون ذلك لأنهم بصراحة كون أن يكون في طفل بهذا الثبات وأنه يا جماعة طفل يا جماعة برضو في النهاية برضو كائن يعني سبحان الله مستضعف فلولا التربية الحسنة لما ثبت هذا الطفل لما جعل هذه المرأة تغضب نعم لازم تغضب طبعا تغضب لدينها الجديد فالله المستعان لكن أيضا في نفس الوقت لولا هذه الأسرة لما وجد هذا الطفل في هذا المكان صراحة خلونا أكون صريح بدون مجملات لكن عموما من باب الإنصاف نقول لهم جزاكم الله خيرا ونشجع جميع الأسر على التربية الحسنة حتى في أي مكان ما نضطر ما نعرفش أصلا أنا ما عرفش ظروفهم إيه صراحة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم على هذه التربية لكن والله من الواجب على الجميع أن لا يتركوا الأطفال في هذه الأماكن خلاص يا جماعة حد با يقعد قدلني ويقول لي أنت تضخم لا يجب أن تتركوا الأطفال عند هؤلاء الأوباش الولد هذا تعرض لصدمة كبيرة جدا في هذا الفيديو لكن نحسب إن شاء الله أنه ثابت وصامد أنا أدعو جميع المشاهدين النوم يدخلوا على التليجرام أنا بعد البث ذا هنشر الفيديو هحملوا ونزلوا على قناة تليجرام الخاصة بالقناة أرجوكم يا جماعة حملوا الفيديو ابعتوه على الواتساب انشروه هذا الفيديو واستحق أن يراه الملايين الذين يفتنون في السفر للغرب الذين يعيشون في الغرب حتى الأجانب حتى الناس اللهم غير المسلمين العلمانيين الليبراليين أقيموا عليهم الحجة لازم هذا الفيديو أتمنى أن ينتشر وأن يراه ملايين الناس حول العالم من المسلمين وغير المسلمين حتى يروا حقيقة الغرب سبحان الله طيب تعليق السريع وأنا على فكرة الفيديو لا يحتاج إلى تعليق أعتقد أنتم لا تريدون مني أن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع لأنه لا يحتاج إلى تعليق وبصراحة تعليقات الناس على الفيديو أتمنى الناس تدخل على القناة وتشوفوا في التعليقات كلها وعي وكلها فهم وكلها رد على هذه المرأة لكن الشيء الغريب أن هذا الطفل يا جماعة كل اللي عملوا تخيلوا هذا الطفل طلب أن يخرج للغداء لم يعترض ولم يهاجم ولم يتعنصر عليهم ولم يقل لهم أي كلمة قال لها أريد أن أذهب للغداء يعني إيه ببساطة شديدة يعني هذا هذا الطفل لم ينكر عليهم ومع ذلك لم يتركوه وهذه سبحان الله تذكرني بقوم لوط قوم لوط كان يفعل أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فقط هي تهمتهم إنهم يعني لا يمارسون هذه الفاحشة يتطهرون الآن ليس لدى الأطفال في مدارس الغرب رفاهية الاعتراض إنه أنا رأي إنه هذا صح ولا هذا غلط وهجب لكم قصص أخرى أوعوا تفكروا النهاردة طبعا الحلقة دي هنتكلم عن الصغار وعن الكبار إذا كان الكبار يا جماعة فوتنو هتشوفوا بعد شوية هتشوفوا بعد شوية على سبيل المثال هذا تخيل هذا الفحل هذا اللي على يمين هذا واللي لابس القلبية هذه هذا سيصبح في بعد ذلك بهذا الشكل اللي أنتوا شايفينه الآن هيرتدي هذه الملابس ويطلع مع الشواذ في الشوارع فأنا عايز أقول لكم الفتنة كبيرة جدا جدا على الكبار فما بالكم بالصغار فيه استهداف واضح لأطفال المسلمين في هذه المجتمعات وأي واحد ينكر ذلك يعني أنا أقول لكم على حاجة يوم واحد يونيو اللي فات امتنع آلاف الطلاب النصارى عن الحضور لهذه الاحتفالات يوم واحد يونيو ما رحوش المدرسة ويقالل النسبة من 30% ل40% في بعض المدارس طب ليش الأطفال المسلمين يتعرضون للتوبيق هذا الطفل بالذات ليش هو يتعرض للتوبيق واضح أنه الطفل المسلم إذا امتنع عن الحضور أو حاول أن يهرب من هذه النشاطات تحت أي ذريعة فهو مكشوف أو متهم بلا شك أقول لكم الكلام ده بيفكرني بإيه والإخوة والأخوات اللي عايشين في فرنسا يمكنهم أن يؤكدوا كلامي أو يكذبوا في مجلس النواب الفرنسي السنة اللي فاتت كانوا يبحثون عن سن قانون يمنع الأسر المسلمة من التغيب عن حصة السباحة ليه بقى؟ لأن المسلمين في فرنسا خصوصا البنات صراحة ولاد المسلمين البنات الفتيات الإناث والذكور أيضا كانوا عند حصة السباحة اللي فيها اختلاط وفيها عوارات بتبان وبيخلعوا بلبيس وكلام ده كله كانوا بيتذرعون الولد عيان البنت عيان البنت ممتنعة كلام ده كله وكانت المدارس سابقا تقبل هذه الأعذار حقيقة اللي حصل الآن النومة قالوا لن نعطي الحق في الغياب إلا بشهادة مرضية من طبيب مختص طبعا المشعار في القانون صدر بس كانوا تخيلوا بس أنا عاز أقول لك أو أقول لكم تخيلوا كانوا جلسين في مجلس النواب الفرنسي بنقش قضية هامشية زي دي ده معناه يا جماعة معناه النس دي عندهم مراكز أبحاث ويراقبون المسلمين ولديهم عيون من بني جلدتنا جواسيس يخبرونهم بأساليب التهرب من الأمور المتعلقة بالشرف والأخلاق هكذا الناس اللي قاعدين في البودكاست يتكلموا عن أنه بريطانيا ينتشر فيها الإسلام وفيه شوارع فيها جلباب وحجاب ومش عارف إيه بيفكروني كان فيه واحدة زمان كانت تقول لك أنا عاملة نفسي نايمة أن الغربيين عاملين نفسهم نايمين شايفين الإسلام ينتشر اللي هم حربوا وبذلوا فيه دماء كثيرة جدا وذهب كثير جدا هيتركوا ينتشر بدون سلاح أنهم أصلا أقاموا حروب صليبية وعملوا حملات في بلادنا وغزوا بلاد المسلمين بسبب منع حكم الإسلام هيسمحوا بانتشار الإسلام وسيطرة المسلمين على مجتمعاتهم أنا لا أقول أنهم يعني يستطيعون إيقاف الإسلام تماما بس هم هيخلوا المسلمون أقلية على طول وإذا بس حسوا أن الإسلام سوف يكون أغلبية ستكون هناك أنا لا أريد أن أتنبأ بشيء لكن أنا أقول لكم لن يسمحوا بذلك خلاص كل الإحصائيات اللي كنا بنقرأها زمان ونستبشر بها أن أوروبا ستكون في سنة 2030 مش عارف فيها كم اليوم مسلم وأنه في سنة 2050 ستكون كذا وأنه في سنة كلام ده كله هم هم انتبهوا لهذا الأمر وبدأوا بالفعل في سن قوانين لجعل حياة المسلم المتدين الذي يخرج جيلا يعني صحيح الإسلام والعقيدة مستحيل يعيش بين هؤلاء اللي عاوز يعيش بنا ينسلخ من دينه هم هكذا هذه الرسالة هذه الرسالة أنا بصراحة متابع لهذه الأخبار ولا يخفى عليكم أني كنت أغطي هذه الأشياء وأستبشر بها أحيانا انتشار الإسلام وهذه الأمور كلنا كنا نفرح ومين ما يفرحشي بدخول فلان في الإسلام أو كذا أو كذا كل الناس بتفرح لكن هم يراقبون أنفاس المسلمين حتى مساجد المسلمين أخبرني بعض الإخوة وأنا لا أتكلم هنا كنت الأول بأخذ من المتصلين لا بعض الإخوة اللي في المساجد قالوا لي المساجد كلها مراقبة تقريبا كل المساجد مراقبة اللي بيقولك أنه الغرب ومش الغرب والحرية العبادة المساجد كلها مراقبة وفي بعض الدول تم تركيب كاميرات مراقبة وهذه الكاميرات في خط مباشر عند الحكومة سبحان الله يعني هذا الكلام وصلني من أناس يعملون داخل مراكز إسلامية وليس شخص مثلا راح شاف كاميرا ما عادي احنا هنا مثلا في البلدنا فيه كاميرات في المساجد أحيانا بعض المساجد نرجع لموضوع منصور وهذه المعلمة الخبيثة من الكلام الذي قالته أنت يعني احترمنا دينك واحترمنا الصيام والحمد لله الذي أنطقى بهذا الكلام لأنه كشف أنها تعير الطفل بأنهم احترموا دينه وصيامه بمقابل مش مجانا هؤلاء لا يفعلون شيئا بدون مقابل وسبحان الله هذا الكلام ذكرني بما نشرته في شهر رمضان الماضي يريد الناس يفكروني بهذا الكلام قلت للمسلمين لا تفرحوا بزينة رمضان ولا الإفطار الجماعي اللي في النادي الفلاني هذه الأشياء سوف سوف يكون في المستقبل فاتورة أو تسددون فاتورة لهذه الأشياء يجب أن تحتفلوا معهم بالشذوذ كما احتفلوا أو كما سمحوا لكم بالاحتفال لا يعطونكم شيئا بهذا وإذا امتنعتم فأنتم طبعا تمارسون الكراهية والعنصرية ورفض الآخر وبالتالي أنتو ناس يعني ما عندكوش أي امتنال للفضل اللي احنا عملنا عليكم للأسف هم يعطونا حقوق المسلمين هناك في هذه البلاد بين قوسين مقابل حقوق الشواذ بالعكس يعني هما لو أعطوا للمسلمين نفس الحقوق بتاعتهم هتبقى ممكن بعض الناس يقبلوا المشكلة أنه أدنى 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 الحقوق لا يوجد مقارنة بين حقوق الشواذ وبين حقوق المسلمين ودي أقلية ودي أقلية بالمناسبة شوف يا جماعة احنا بنقارن بايه وعلى فكرة هو ده دي المقارنة اللي عملتها المدرسة حشان ما حدش يقول لي أنت بتقارن ايه أنا بقارن وفقا لهذه المرأة هذه المرأة تعاملت مع المسلمين كأقلية وأصحاب البشر السوداء كأقلية وكذلك تعاملت مع هؤلاء كأقلية لكن احنا لو بصينا للقوانين التحول وتسجن الآباء إذا تدخلوا في قرارات الأبناء بينما لو واحد زوج بنته بس قبل ما تتم السن القانوني بشهر واحد يروح السجن ويتهم بتزويج القاصرات البنت من حقها تزني وتفعل ما تريد من أول سن 13-14 سنة لكن مش حقها تتزوج البنت من حقها تتحول جنسيا لكن مش حقها مثلا ترتدي الحجاب في سن صغيرة هكذا هذه هي المعادلة في بعض الدول مش كلها طبعا لكن على سبيل المثال في فرنسا سبحان الله هذه كارثة كبرى وقعنا فيها مع هؤلاء وبعض الناس للأسف الشديد جالس مهمته الأساسية هو تعطيل فضح وكشف هذه الدول مش عارسة تتكلم مين وفين لكن فعلا حقا يا جماعة يعني احنا هنضحك على الناس نضلل الناس ونلوم الحياة السعيدة وممكن تفلته أهو هذا الطفل أكبر نموذج على هذا الأمر سبحان الله الآن احنا شفنا أعلام الشواد ترتفع في كل الميدين في بريطانيا الناس اللي كانوا بيقولوا بريطانيا والإسلام وزينة رمضان عشان بس زاوية عملوا فيها طب ايه رأيكم الآن هل تقدروا تعترضوا أصلا على هذا الكلام طبعا لا لا يوجد إفطار مجاني أو حاجة زي كده يعني ما فيش حاجة مجانية في الغرب وحقيقة هذا كلام صحيح ما عندهمش حاجة مجانية لكن هذه المرأة التي تقول احنا احترمنا دينك وكلام ذا كله وهنا بلد الحرية أي حرية أنا بس عايز أفهم يا جماعة أي حرية عند هؤلاء هي تقول احنا احترمنا دينك ومعتقداتك تب فين احترم المعتقدات أنا من معتقداتي أو معتقدات هذا الطفل أن هذه الفاحشة يجب علينا ليس فقط أن نرفضها بل ننكر على أصحابها وفي عقوبة في الإسلام لهذه الفاحشة الطفل ما فعل كل هذا كل اللي عمله أنه وص يعني فقط التزم الصمت وأنكر بقلبه وحاول التهرب ومع ذلك لم يتركوه هذه كارثة هذه محاكم تفتيش جديدة ضد كما يقولون دائما فئة مستضعفة دي فئة مستضعفة الأطفال فئة مستضعفة يا جماعة شئنا أم أبينا أنت كشخص كبير بالغ ربما تتعرض لأي مشكلة وتتخذ قرار في النهاية أنت خلاص مكلف الأطفال دول لا يا جماعة الأطفال دول والله يتعرضون لفتنة كبيرة جدا جدا من حق هذا الطفل أن يمتنع عن الاحتفال وهذه حرية وهذه حق كما يزعمون طيب الكبار خابوا الجماعة الكبار خابوا وتحولوا الجماعة الكبار يا جماعة أهم طلعوا وفسدوا لكن الأطفال دول مساكين سبحان الله ما ذنب هؤلاء الأطفال إيه ذنب هذا الطفل أنه يقف وينحني ويسمع كل هذا التوبيخ المخيف بالنسبة للأطفال خلونا نطلع شوية من يعني أنا فعلا أنا شخصيا وقبل البث والله وأنا أتفرج على هذا المقطع لأنني شغلت أكثر من مرة لأن أنا عملت الترجمة اللي عليه دي وكتبتها وكده أنا كنت أن أبكي شفقة على هذا الطفل مش أبكي من الموقف نفسه لو أنا موجود كنت رديت عليها لكن أنا كنت أن أبكي شفقة على هذا الطفل الصغير توبيخ مخيف حصل لهذا الولد وسماعوا لهذه الكلمات ويتارى بقى الأب والأم هل متوقعين أنه يفضل كده بيما ثابت سبحان الله إذا كان الكبار خابوا وفسدوا فمن بالكم بالأطفال طفل من المفترض في هذا الوقت أن يستمتع بطفولته البريئة ألا يعرض لهذه الفتن كلها خلونا نتكلم بقى شوية عن هذا الموضوع أنا بفضفض النهاردة وقوله حتى لو أخد ساعة الطفل هذا من المفترض أن يستمتع بطفولته بعيدا عن كل هذه الأمور شبهات ضد الإسلام فتن شهوات من كل الإتجاهات شذوذ تعري تعليم جنس سباحة مختلطة يجلس مع أبناء زنا حقيقة في الغرب الآن في بعض الدول تعدى أبناء الزنا الأبناء السفاح اللي هم من الهمش أصلا بدون زواج تعدوا ستين في المية في بعض الدول الأوروبا يجلسون مع أبناء زنا يجلسون مع شخص يقول له أنا عندي أب وأب وأم وأم ويدرسون ذلك في المدرسة كل هذه الفتن يراها الطفل يتعرض لها الطفل في الغرب والله شيء مخيف احنا مش عارفين يعني حط مكانك يعني حط نفسك مكان هذا الطفل أنا لا أريد مهاجمة الأهالي أنا أتكلم هنا أضع هذه الحقائق أمام الناس اتقوا الله أنا فقط أقول لهم اتقوا الله في الأطفال ستحاسبون عليهم أن وضعتموهم في هذه البيئة ولن ينفعكم هذا المفتون الذي يجمل لكم الغرب ويقول لك ممكن ممكن نعم ممكن ولما البنت العراقية تحولت إلى ذكر وذهبت تستنجد بالمراكز الإسلامية قالوا لها سكوتي ما تتكلميش ما تودناش في داهية وهم اللي يجملوا أكيد طبعا سمعت واحد يقول لها الحياة جميلة والدين والمساجد والحياة ما ينفعهاش سبحان الله برضو واحد طالع يقول لك الوالد لا يؤاخذ بكفر ولده نعم لا يؤاخذ إذا بلغ هذا الطفل وإذا اتخذ الوالدين كل الأسباب لإبعادها عن الفتنة والكفر ثم ضل هو بعد هذا كله بعد هذا المجهود بعد اتخاذ الأسباب فهو لا يتحمل وزره كما هو الحال مع نوح عليه السلام نعم نوح عليه السلام لن يحاسب على ابنه أما أن تضع الطفل في هذه الفتن وفي هذه الشبهات التي لا يقوى عليها ولا يتحملها الكبار ثم تقول إن ابن نوح عليه السلام كان كافرا والله ستحاسب لن ينفعك هذا الذي يكذب عليك مين بيقول كده جماعة أحط الزه يعني واحد يولع كبريت كده قدام المنزين يقولك أنا مش مسؤول إزاي جماعة ده بالعقل وبالمنطق يعني لواحد عمل اشترى بضاعة وحطها في مكان وخزنها غلط كده يقولك أنا ما ليش ذنب ما بلك بأطفال روح وجسد وانت مسؤول عنهم لا نضحك على أنفسنا يعني ستحاسبون على هؤلاء أمام الله عز وجل وربما يكون هذا الطفل خصما لك يوم القيامة يقول لك لماذا وضعتني هنا هذا الطفل المسكين لو أنه استطاع النطق أنا أقول أتكلم بالنيابة عنه لو كان فعلا يعني في موقع النطق والرد لقال لهم أنا لم أطلب منكم الاحتفال برمضان معنا وإحنا ما عندناش أصلا احتفالات في شهر رمضان يا جماعة ما فيش حاجة اسمها الاحتفال بشهر رمضان معلش يعني شهر الصيام بنصوم وبنصوم في صمت لا عاوزين حد يصوم معنا ولا حد يتدخل فينا سيبونا في حلنا لم يطلب منهم الاحتفال ولم يطلب منهم الصيام ولا هم صاموا معاه هم صاموا معاه وما بيقولوا له إحنا احترمنا أنتم احترمتوا دينه فين الاحترام هذا احترام الدين أنتم تسمحوا له بأن يعترض على هذا الشيء المحرم في دينه لم يطلب منكم اعتناق الإسلام ولا هذا الكلام بينما أنتم الآن تطلبون منه اعتناق هذا الدين الجديد وأنا هنا أرد خلي بالكم أنا مش برد على هذه المرأة لأنها مش تسمعني أنا برد على الناس اللي هم وراها اللي بيجوا دفعوا عن الغرب في هذه القناة ويتهمون بالمبالغة والتهويل والكلام هذا خلي بالكم هي دي المعلمات والمعلمين اللي في المدارس الغرب هوريكم كمان شوية بقى مدرسة كاملة كلها بتحتفل كل المدرسة بتحتفل تخيل هم دول بقى اللي بيربوا الأطفال هم دول اللي بيعلموا الأولاد الدين والأخلاق أعوذوا بالله دين إيه وبتاعي أنا لو كنت أمام هذه المرأة صراحة لا قلت لها يعني توقفي لا تتمادي هؤلاء فعلا عندهم الآن دين جديد دين وأنا أتمنى أن تتبعوا قناة الدكتور إياد قوني بتكلم فيها عن هذا الدين دين الجندر كما اصطلح عليه أين هي حرية التعبير التي تتشدقون بها أقنع بعض السفهاء من بني جلدتنا أن الإساءة للإسلام حرية رأي وحرية التعبير بينما الآن مجرد الامتناع عن الاحتفال بهذه الجريمة والفاحشة التي في ديننا كارثة تستحق التوبيخ ماكرون حاول إقناع المسلمين أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد حرية التعبير وأننا نحمي الديمقراطية ونحمي الحرية بينما هو لم يتقبل أن ترفع لافتة فيها صورة تشبهه بأحد الجزارين سبحان الله فضائح كثيرة جدا خلال هذه السنوات كشف الغرب بشكل كبير جدا يا جماعة والله هذه هي الفاشية الجديدة أريد أن أختم كلامي حول هذا الموضوع لأني طولت كتير تقريبا أخذت نص ساعة داخلين على نص ساعة أنا أقول فقط هل تعلمون أن هذا الدين الدين الذي عرضته هذه المرأة سبحان الله تشابهت قلوبهم نفس الكفار هذا الدين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضه هل تصدقون نعم هناك روايات كثيرة جدا وإن كان في سندها مقال لكن أهل العلم قالوا أنها تتقوى بمجموعها ووافقت أيضا القرآن الكريم حينما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هل أم نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر أو حتى في رواية أخرى نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما وهكذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا رد عليهم هل وافق على هذا العرض يعني عشان أن نوفق بين الأمور ونعيش يا جماعة ونعيش في مكة بدل من نتشحطط ونهاجر لبلد تالي وتجارتنا هنا وفلسنا وحلنا وملنا وشبابنا ونلم الدور ونحافظ على وجودنا في هذا البلد والقصة هذه اللي بعض الناس يعودوا يتكلموا فيها لا نبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الدين ونزلت عليه سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين هكذا بكل بساطة وهذا هو الذي كان يجب أن يرد به هذا الطفل عليها هذا الكلام اللي بيحصل الآن في الغرب هو أكثر تطرفا مما فعله كفار نعم يعني عذبوا المسلمين وكذا وهما دول اللي بيعملوا الآن لكن هو يشبه كثيرا ما طلبه كفار قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورفضوه حتى أنهم بالغوا وعرضوا عليه الأموال والنساء والسيادة ورفض ذلك المصيبة الآن نحن بنشوف بعض الناس يضحون بدينهم وأطفالهم مقابل إيش مقابل حفنة دولارات مساعدة أو سيارة أو منزل بل والله بعض الناس عليهم ديون يعني مش حتى ممكن يكون هكذا مش مجانا بل بالديون سبحان الله إن لله وإن عليه رجعون هذه المرأة قالتها بمنتهى الصراحة إذا أردت أن تحترم فعليك أن تحتفل معنا ببساطة شديدة إذا لم يحتفل معهم فسوف يعاني من التمييز وسينبذ في هذا المجتمع ويصبح منبوذ أمام الطلاب ويوبخ هي قالت له هكذا تسير الأمور عندنا يعني هو تقول له هنا هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأمور هنا هناك تبادل أي مبادلة الشيخ الطريفي فك الله أسره يتكلم في هذا الأمر أن أحكام الله سبحانه وتعالى ليست مبادلة فليس معنى أن فلان على سبيل المثال دخل معي المسجد أن أذهب وأعبد الأوثان إذا كان وثنيا هذا الكلام ليه لا يصح تخيلوا الآن مثلا أحد الأشخاص أحد الأشخاص يأتي ويأكل معي طبعا أنا مش بيكلم طبعا عن الحكم الآن طبعا إحنا لا يأكل طعام المسلم إلا تقيه لكن نفترض جدلا يعني هو أنا أعزمه هو يعزمني يعزمني على خنزير عشان هو وافق يأكل معي الخاروف مثلا هذا لا يصح ولا يجوز جماعة يعني هذه مسألة بديهية والله إحنا بدأنا نتكلم في المسلمات وتقول له أنت إذا لم توافق على هذا الكلام فأنت لا تنتمي إلينا أو لا تنتمي إلى كندا أو لست كنديا بالفعل هذا المسلم لا ينتمي إليكم بل لا يتشرف بأن ينتمي إليكم لهذا المجتمع المنحط لا يمكن أن يكون كنديا بهذه المقييس وهذه رسالة لأولياء الأمور أطفالكم يعانون من الإزدواجية شخصية في البيت وشخصية في المدرسة وفي الشارع مع الأطفال أنا مسلم ولا كندي كندي يعني يلتزم بالقوانين يقسم على القوانين لما تأخذ الجنسية لازم يقسم على القوانين واحترامها مسلم إذن هذه القوانين المعارضة المخالفة للفطرة وغيرها من القوانين باطلة ولا احترام لها وبالتالي لن يتمكن من الانخراط في هذا المجتمع وهذا الفيديو يثبت لكم أن الاندماج المطلوب من المسلمين في الغرب ليس تعلم اللغة والانتاج وأنه يكون عنده دخل وعنده راتب يكون فاعل في المجتمع لا الانصهار الخنوع التام الانبطاح للكفر هنا تقبل في هذا المجتمع ويرحب بك ويقولون لهذا المسلم واللي هتشوف دلوقتي نماذج منهم وعاوز أقول لكم المدرسة دي ما عملتش الكلام ده من فراغ يعني هيقيل لك واحد يقول لك حالة فردية والحكومة والكلام ده كله على فكرة أنا بحثت قبل هذا البث لم أجد أي إجراء تخذ ضد هذه المرأة أتكلم إجراء ضدها وأحد الإخوة أخبرني أن المدرسة قالت أنه يعني كلامها هذا لا يمثل المدرسة حسب كلامه طبعا لكنها لم ولن تعاقب لماذا؟ لأنه قبل الأحداث دي هنا وزير التعليم أعلنها صريحة هنا في أونتاريو يقول بمنتهى الصراحة أنه لازم نحتفل بهذا الأمر ولازم يكون فيه شبه فرض وكذلك أيضا في كولومبيا بريتش كولومبيا نفس الحكاية وكلام مشدد كلام يعني منتهى الحزم والوضوح وأيضا هناك تعليمات أيضا بريد وصل إلى جميع المدرسين والمدرسات أن يجب عليكم يجب عليكم أن تقوموا بتمثيل هذه الفئة في المناهج والفصول الدراسية وهو حق أساسي من حقوق الإنسان وأن الغاء الاشتراك يعني حسب الكلام اللي هم كتبينه هنا أبصوا كده بيقولوا إيه ثوانا يا جماعة أجيب لكم الكلام عشان الناس تشوفوا يعني يعني ما تقولهش ما تخطبش الولد والبنت بصيغة المذكرة والمؤنث تقولهم سبحان الله أهي مكتوبة هنا المرة معلقة عليها يعني معلمة عليها تخيل الآن يعلمون الأطفال أنه أنت ما تختار جنسك من بدري يعني وهناك هذه كارثة المشكلة في الغرب يا جماعة أنه هم مش بس يعني بيقولوا الطفل إذا اختار أن ينحرف نعمله لا هم بيشجعوا على الانحراف وهذا اللي أذي يعني أصرخ به يا جماعة في الغرب مهما ربيت ومهما عملت المدرسة بتشجعه والشارع بيشجعه والحكومة بتشجعه وبتقوله أنت هتكون متميز وبتقوله لو أهلك ادخلوا في حياتك سوف نفعل كذا وكذا كما حصل مع الأم العراقية وغيرها القضية ليست فقط مجرد عرض يعني لو نفترض زي ما واحد من الناس المفتونين بيقولك إيه أنه الملاحظة بيكتبه يعني تقرأ على الفيسبوك بتشوف الناس بتنشر شبهات وبينشروا أعلام الشواف فبالتالي سواء أنت في الغرب أو غيرها متساويين وهذا رجل مفتون أصلا اللي كان جايبه هذا الشخص ككومبارس يلافع عنه يا حبيبي في الغرب لا يعرضون عليهم هذه الأشياء في الفيسبوك في المدرسة المعلم والمعلمة الطاقم كله داعم لقوم ملوت في كوتا الآن في كل المدارس لهؤلاء فتتكلمين ايه وجه الشبه بين هذا وذاك يا رجل اتق الله اتق الله يا رجل تعالوا نشوف هذه مدرسة في كندا هذا العام في المدرسة جمعوا الأطفال لبسوهم هذه الملابس بعض الأطفال وجابوا لهم واحدة أو واحد ما نعرفش وطبعا فيه طبعا الرسومات وكذا ورقصني يا جدع اهو تخيلوا هذا ما يعرض للأطفال في المدارس انت عايز بقى الطفل يحصل في ايه؟ يكره هؤلاء ولا يحبهم؟ تر فيه خلي بالك هما عاوزين يعودوهم من الصغر عشان الناس الكبار دلوقتي أصلا يتقززون من هذه المشاهد فعلا انت لما تشوف أصلا الأشكال أو الأمور بتخاف لكن الأطفال بيعودوهم من الصغر على هذه المشاهد وهذه الكارثة التطبيع الأطفال مع هذه الكارثة كذلك هنا في مدرسة في بريطانيا نفس الكلام هذه المدرسة صغيرة لما دخلوا هذه المديرة ولما دخلوا مدرسة أخرى بينارهم مدرسة ده رياضيات وده مدرس وده مدرس ودي مدرسة كذا يا سلام هو ده الطاقم اللي بيدرس الاطفال هو ده اللي بعلمهم يعني لا الناس اللي هم اللي بيتصلوا علينا ويقولك ايه انا هغيب ابني يوم الاحتفالات هذه او حتى هغيبوا على فكرة انت ما تدرش تغيبوا شهر كامل ولكن هنفترض ان انت قدرت تغيبوا شهر كامل تب بقيت السنة يا حبيبي نضحك على بعض بقيت السنة هذا هم نفس الاشخاص ما بيتغيروش نفس الاشخاص اللي بيحتفلوا الان وبيشجعوا الاطفال على هذا الامر هم نفسهم ما بيتغيروش نفس الاشخاص اللي بيرقصوا لهم وبيقولوا لهم وبيرفعوا لهم الاعلام دول هم نفسهم ما بيتغيروش هم بيعتنقوا هم يؤمنون بهذه اليدولوجية مش نفاق ده هم مؤمنين بيها وعاوزين ينشروها ومخلصين ليها كمان وعندهم كل الدعم والقانون كل معاهم وانت اذا اعترضت عليهم سوف تتهم بالكراهية وتعليم الاطفال عدم الحب والقصص هذه يا سلام هذه مسألة انا فقط انبه الناس على هذه النقطة طول السنة كل المدارس العمومية والمدارس حتى الكاثوليكية فيها هؤلاء وعلى فكرة واقول هذا الكلام من واقع ايضا تواصل مع الناس المدارس الاسلامية في الغرب بيشتغل فيها كفار وربما يكونوا كمان من قوم لوط وما بيعلونش ذلك عن انفسهم بوضوح يعني وعلى فكرة التعينات هناك اصلا ليس المعيار فيها ان يكون مسلم لا بالشهادة او بالرابط تقريبا بالسي في او اللي هو موقع لينكد ان تخيلوا وهذا الكلام حصل اخت اتصلت علينا وقالت دخلت مدارس استراليا وقالت انه في بعض الموظفين مش مسلمين بل هم ايضا اعداء للاسلام وكذلك في امريكا وفي الدول الاخرى وفي كندا هذا هذي هذه يعني الناس المدارس النهاردة انا كتبت منشور على على اليوتيوب المدارس الاسلامية في الغرب عددها قليل جدا جدا في الدول الغربية عدد المدارس الاسلامية قليل لا يستوعب واحد في المية من المسلمين من اجمال اطفال المسلمين والمشكلة انها غالية كمان فانا اقترحت عليهم قلت لهم طالما انتوا بقى بتقولوا احنا مضطرين مع انه دا كان المفروض يحصل من زمان لماذا لا يتم انشاء مئات المدارس بحيث تستطيع هذه المدارس استيعاب اطفال المسلمين فيها وتكون الاجر رمزية مش بهذا الجشع في احدى الاخوات قالت والله المدرسة الاسلامية بعثوا لي انذار ان مدفعتش المصاريف هيترودوا البنت وقالوا لي انه هده it's business والله هذه رسالة وصلتني it's business هذا تجارة فاذا كانوا فعلا يعني انا بشوف كل يوم مساجد بعض المساجد مش كلها ولكن كتير بينشروا كل يوم فعاليات بيستضيفوا فيها الكفار ويعملو لهم كيكة ولحمة واكل وحاجات وخضار ورز ولبيا وفصول حاجات جميلة كل يوم يعزموهم عشان يألفوا قلبهم وعشان يكشفوا ان المسلمين دون ناس متسامحين ويستضيفوا فلان الفلاني ويستضيفوا المنشد الفلاني ويعملوا فعاليات وصهرات وكل شيء واخبرني احد الاخوة ايضا ان المساجد بعض المساجد لديها ملايين الدولارات من التبرعات وتضعها في البنوك والربوية حتى لماذا لا تستثمر هذه الاموال في انشاء مدارس اسلامية انشاء مدارس اسلامية وتكون متوفرة لجميع اطفال المسلمين انا عارف الاخ اللي هيكتب لي بعد البث من الاخوة اللي هم نفس عقليتي برضو هيقولولي لن يسمحوا لهم بذلك يا اخي قربوا ينالوا شرف التجربة انا عارف انه هذا الكلام المفروض كان يحصل من زمان في ايام التراخي الغربي ايام الحرية فعلا قبل ان تستفحل هذه المسألة لانه دلوقت لو حسوا ان المسلمين هيتعزلوا هيقولوا ببساطة يجب عليكم ان تدرسوا هذه المادة زي ما عاونوا فين في بريطانيا وفي استراليا فرضوا على المدارس الدينية تدريس الجنس لما لقوا الناس بدأت تنتشر هذه المدارس قال لك طيب انتوا برضو ملزمين بتدريس الجنس تحت اشراف وزارة التعليم او التربية والتعليم شوفوا الخبثاء فهنوصل هنلف ونلف وندور ونرقع ونلعب ونتلاعب ونتحك على بعض وفي الاخر ستصل الى نتيجة واحدة ان اخرج هؤلاء الاطفال من هذه البيئة اضعف الايمان انك تبعث اطفالك الى بلد مسلم يتعلمون القرآن ولا تلوث فطرتهم في هذه المرحلة على الاقل اقل اضعف الايمان وسبحان الله ايضا هنا هذه الواقعة تكلمت عنها للأسف الشديد هذه الواقعة تتعلق بطفلة طفلة صغيرة اجبرت على الانخراط في احتفالات قوم لوط هذه الطفلة اجبرت على حمل الاعلام والاحتفال معهم واسرة هذه الطفلة نصرانية متدينة فهذه المدرسة اخذت البنت وعطتها الاعلام وخرجت واحتفلت معهم ورجعت على بيتها فقال لها عرفه فراحوا اعترضوا وقالوا انتم انتهكتوا حقوقنا الدينية والابوية وذهبوا الى المحكمة فحكمت المحكمة لصالح المدرسة وقالت من حقهم ان يفعلوا ذلك وليس من حقكم الاعتراض هذا الخبر موجود بيكتبوا 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 العنوان ده في جوجل وعلى فكرة العنوان ده فيه الام والدة الطفلة في لقاء مع قناة سي بي ان نيوز يعني خبر اكيد يعني وبعدين نروح بعد لي خلونا نسمع بس الذي تنبأ له هذا الكوميدي ايرلندي ديف آلين لما يعني هذا الفيديو في التسعينات لما كان بيكلم عن موضوع الشذوذ وتذرج الغرب سبحان الله جماعة هؤلاء بنوا هذه الدول على ايش على الاهواء ما عندهم شي وحي ثابت ما عندهم شي قواعد ما عندهم شي قيم حتى انه الفيلسوف الفرنسي أونفري على ما اذكر قال احنا المجتمع الفرنسي ليس لديه شرف لم يبقى احد لديه شرف الا المسلمين قالها هكذا شوفوا ماذا قال هذا الرجل وتعالوا نشوف بعض الوقائع التي تتعلق بمحاكم التفتيش للأطفال التي تقول لكم بكل وضوح انه لا يمكن ترق الأطفال ينكرون او يسكتون اسمعوا ترق الأطفال 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 لما يكره المسلمين على ممارسة يا حبيبي هذا يفرد على الأطفال ويفرد على الكبار تراه في العمل حتى اليوم وصلتني رسالة من أحد الإخوة الذين يعملون في شركة في ألمانيا وقالوا الشركة عقدت اجتماعات عن ضرورة احترام هؤلاء وأنه أنتم لازم تلتزم ولازم يكون عندكم كذا حتى الناس اللي شغالين في الشركات بدأوا الآن يضعوا لهم الأعلام ويأمرونهم باحترامها ويعني ربما تأييدها يعني المسألة مش بس أطفال الكبار ففرض الشذوذ بهذه الطريقة هو أصلا عين الإكراه أنا أصلا أنت ما عندكش اختيار أن أنت ترفضه كده إكراه فكرة أنه يكون موجود وما فيش رأي آخر هو ده الإكراه بعينه أنا ما عرفش الإكراه إذا كان الإكراه في دماغ البعض أنه أنت يألعك الهدوم ويعمل فيك هذا مصيبة سودة لا الإكراه هو أنه يكريحك على اعتناق هذا الدين كما فعله مع هذا الطفل منصور أسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات شوفوا اللي عملوا باقي هنا مثلا أنا هسمعكم أول شيء خبر من الولايات المتحدة الأمريكية أو ثواني هشوف الخبر لأنه طبعا أنا جمعت لكم الأخبار هذا الشاب تعالوا كذا هذا الطالب وهذا كلام قديم هذا الكلام سنة 2018 إحدى الكليات قامت بطرد هذا الشاب لأنه قال لا يوجد سوى ذكر وأنثى سبحان الله يعني هو فقط لم يقل شيئا سوى أنه قال لا يوجد سوى ذكر وأنثى وصدق في ذلك هذا ما عاشت عليه البشرية سنوات طويلة جدا إلا من شذ ويعني حتى قوم ملوط لا أعتقد أنهم قالوا يعني كانوا يعترضون على فكرة ذكر وأنثى يعني لا يوجد سوى ذكر وأنثى نعم هم كانوا يمارسون الفاحشة مع الذكور لكنهم كانوا يقرون بوجود الذكر والأنثى الآن لا قال لك أنه إياها وأنثى وإطلاق شيء عجيب يا جماعة بعدين قصة أخرى قصة أخرى وهذه قصة خطيرة جدا من ضمن الإكراه اللي حصل في هذه الدول الغرب إنه أحد الأولاد في المدرسة اعترض شوفوا المدرس بيقوله إيه أننا لا نقوم بإخبار على الأطباء من مختلفة أنا لم أقوم بإخبار أنا بإخبار بإخبار أقول أنه هناك دوة مجموعة مجموعة ومجمعة كانت في حالة التطوري بعدين هذه الطفلة طفلة طفلة من دول إفريقيا هذه الطفلة سئلت في المدرسة عن رأيها يعني المدرسة هي اللي بتسألها البنت لم تبدي رأيها ولم تتجنى عليهم ولم تهاجمهم زي ما الطفل منصور عمل ودي نصرانية اسمها أوليفيا هذه الطفلة قالوا لها ما رأيك في الشذذ الجنسي فقالت هذه خطيئة ومعصية كما في ديني في دينها النصرانية شوفوا ماذا حصل حبسوها في غرفة فاتصلت الأم على المدرسة تستفهم منهم فتهربت منها اسمعوا طبعا آسف أنه ما فيش ترقام عربي مدرسة ومدرسة كانت في مدرسة ومدرسة ومدرسة قلت في مدرسة في مدرسة ومدرسة أن تكون مدرسة مدرسة يعني هي بتخبر الأم أنه بنتك بتقول لنا أنه الشذوذ هذه معصية ومدرسة 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 كنت قلت 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 ما مدرسة هل تستخدم ما مدرسة كل اللي إحنا بنتكلم عنه ده مدرسة نصرانية طبعا هم خايفين على شعور الطلاب الآخرين يشعرون بعدم يعني يشعرون بعدم الارتياح لما يسمعوا هذا الكلام في هذه المدرسة ومدرسة أي مختلفة أو مختلفة نحن نعطي بسرعة ومدرسة ومدرسة حسنا حسنا هل تستخدم سألتها سألتها نعم ألعب لا تستخدم تستخدم صحيح أولا كانت تسألتها صحيح سألتها عن رأيها وهي أجابت بكل صراحة عن رأيها عاوزين نتعلموا الأطفال النفاق يعني ده من عندنا نحن لا نشجع على أي جرائم أو أي شيء أو كراهية أو الأمور هذه نعم ومع ذلك عندما قلت أنها تسألتها من نظر من نظر يعني بتقول لها لما تقول كندي معصية ده بسبب معتقداتها الدينية طبعا أنا بترجم بالمعنى العام وليس بالحرف يعني بالمعنى هذا ما أشعر أنا أشعر الآن إذا سيد بارني اسمه لم يريد فهذا يجب أن يجب أن تسألتها أشعر أنتو بتشجعو الأطفال أنهم يقولوا الأفكار اللي في دماغهم وكذا صح لو ما كانتش تسألت البنت ما كانتش تقول حاجة لذلك ليس كثيرا أنها وأنها تسألت 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 بتقول هي لم تذهب ولم تهين أحد أو هي تتهجم على هؤلاء هي لم تفعل هذا كله فقط هي أعطت رأيها الصريح يعني أو تكلمت بصراحة لم ترتكب أي خطيئة أو لم ترتكب أي خطأ وهذا غير عادل أوموح لذلك لا أعطي أعطي ولم تتعرف ولم أنا أعطي هو لذلك ولم اعطي هي حدوية دوما التي لا تدفع والأسر فقدر فقدر سألت سألت أنا أفهم بأنك في حياتك ولكن في حياتنا نقوم بإمكاننا بإمكاننا نقوم بإمكاننا نقوم بإمكاننا هي ليس لن تنظرها سوفيس هل يمكنك أن تحذيري أمي 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 أمي؟ هل هو الدين الجديد للغرب لدرجة أن الناتو هيحرك طائراته وقواته من أجل الحرب لأجله؟ هل أنا الذي قمت بسن القوانين كلها في هذا الموضوع خلال السنوات الماضية؟ أنا اللي جبت الأطفال وحكمتهم أنا اللي صنعت هذه المادة واللي هم اللي صنعوها وإحنا بنعلق عليها؟ الله حزين جدا أن يأتينا الهجوم من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويحاولون التشغيب والتشويش ولا أدري والله هل هؤلاء استؤجروا لإيقاف هذه الحملات لأن دولة السويد على سبيل المثال لم تستطع أن تفعل معنا شيئا فضحناها فضحت ثم جاءت بعدها دولة النرويج وفضحاها فيلم هندي ثم الآن تكشف الأحداث في كندا وفي بريطانيا لمصلحة من يأتي من يحاول أن يصف الناس بالتشدد والتكفير وأنهم يفعلون كذا ويبالغون ويقولوك ما لم تقوله لمصلحة من؟ عشان بنحذر من هذه الأشياء والله بئس هذا العمل الذي تفعلون والله كارثة أنا حزين طبعا لهذا الأمر بالمناسبة ولسه عندي في جعبة الكثير له لكن إحنا مش فاضين عندنا قضايا أخرى ومحبة للجمهور لا أريد أن أتمادى في هذا الموضوع الرد والرد الآخر لكن عندي ردود كثيرة عن موضوعات كثيرة وعندي استدراكات وعندي تعقيب وتعقبات على هؤلاء بس خلونا نكمل في مشروعنا سأتبه لعندي أجل 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 أجلي إنها مجموعة الحسول ويحاول أن تحاول أن تعقبات وإستمرار الآخرين ويقوم بردود كبير يتبعون ما أجل 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 مع أجل 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 لكن لا نتحدث أنها في المرأة إنها في المرأة إذا ما شخص؟ بتقول الله يعني هي البنت في مدرسة كاثوليكية و بتروح الكنيسة تتكلم عن دينها بصفة عمي مش ههم 100% الكلام هذه مدرسة عقائدية هذا المفروض انها مدرسة نصرانية ماذا؟ ما هي تتكلم عنها؟ لذلك هي لم تتكلم عن هذا الناس لأيه سأكون عليها أن تخفي هذه الناس لأنني لا أعرف مجموعة تتكلم عن رجلتك لا تتكلم عن مجتمع لا تتكلم عن مجتمع لذلك لقد اتكلم عن الناس حسنا لا تتكلم عنها لا تتكلم عنها هل تتكلم عن نفسنا هل تتكلم عن نفسنا؟ حسنا سأتكلم عنك حسنا افلت معها الخط وهربت منها لما بدأت تسألها ودي مدرسة والبنت عبرت عن عقيدتها والكلام ده كله افلت معها الخط شفت يا جماعة كلنا برضو فاكرين الشهر المارس الماضي تقريبا الولد اللي اتقابض عليه في كندا هذا الولد في مدرسة كاثوليكية في كندا 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 التي يتفاخر بها هؤلاء في كندا يقبض عليه لانه يقول هناك ذكر وأنثى فقط يقبض عليه مثل المجرمين يعني هذا الولد هذا على فكرة اقل من 18 سنة تخيلوا هذا الولد لا حقوق طفل بقاه البنت اولوفيا دي لا حقوق طفل انسى حقوق الطفل اصبح حقوق الطفل وحقوق المرأة ينداس عليها بالجزم اذا كان الامر يتعرض مع هذا الدين الجديد في الغرب يعني كان زمان على الاقل يقولك الاطفال دول يعني حتى في الغرب في قوانين كثيرة في بعض الدول الغربية ان الاطفال اللي هم تحت سن 18 سنة لا يعقبون مثل الكبار بدأوا الان يشيلوا هذه الاشياء اذا كانت تتعلق بهذا الامر او ببعض الجرائم الاخرى انقلبوا على كل شيء والله المستعال تعالوا نذهب الى الكبار ونتلقى الاتصالات سامحوني عدة ساعة ولكن خلونا نتكلم النهاردة عن هذا الشخص وبعض الشخصيات التي تلمع في الغرب على انها شخصيات ناجحة يعني بعض الناس يقولوا لي اخي وين الشخصيات النماذج الناجحة لماذا لا تتكلم عن اشخاص الذين دخلوا في مش عارف كذا وفعلوا كذا هذا الرجل كان يعني كان بيلعب رياضة وكان رجل مسلم يعني نوعا ما مسلم صالح كان بيمارس دينه وبعدين دخل في السياسة قالك ايه سمع كلام الجماعة اياهم اللي هم بيقولك ايه يجب على المسلمين ان انخرطوا في السياسة كل الذين انخرطوا في السياسة في دول الغرب كلهم الان اصبحوا من اشد الناس تأييدا لقوم الود بل من اكثر الناس تطرفا في تأييدهم بل هم يحاربون من لا يؤيدهم فهذا الرجل الفحل الفحل العليمين ده ابو لحيا كثيفة بعدين خفف اللحيا شوية وبدأ يروح المساجد ويدحك على المسلمين وبعدين حصل على منصب انش عارف عضو في مجلس ولا وزير ايا كان وزير الرياضة تقريبا الان شوفوا بقى ايه طالع في هذه الاحتفالات وكاتب على حسابه في تويتر هابي برايد مانث يا سلام شفتوا جماعة هذه هي الكارثة الكبرى الكبار بيفسقوا بيضيعوا بيروحوا برا خالص وهؤلاء يزعمون الاسلام للأسف الشديد بعض الناس بعتوا لي لما نشرت الصورة دي احد الاخوة بعت لي جزاه الله خيرا اخ عراقي من كندا بعت لي ملف بدي اف فيه نشاطات المسلمين في نفس المدينة مني توبة المدينة اتمنى يكونوا تقاصح مني توبة مسلم هذه المنطقة التي ينحدر منها هذا السياسي وحصل فيها على اصوات المسلمين لما نزلت اتصف حتى النشاطات اللي موجودة طبعا كتير من النشاطات كلها نسوان متبرجات وكلها يعني زي ما قلتلكم ولكن هنا يتفاخرون بهذا الشخص اهو اسمه ابي خان اللي هو ده صاحب هذا الحساب ابي خان هو كان اسمه ابراهيم بس هو اهو ابراهيم ابي خان هذا الاسم اللي هو بيحتفل به وانه هو يعني خلاص اهو تم انتخابه كعضو فيه مش عارف ايه اختصار المنطقة اللي هي او المؤسسة اللي هو انتخب فيها لما هما بيتفاخروا انه هذا الشخص انتخب وبيقولوا احنا اللي طلعناه وشوفوا بقى صورته متعلقة فين يا جماعة بصوا صورته صورة صورة الرجل هذه هذا الذكر دي صورته متعلقة في المسجد اهو هذا داخل مسجد المسلمين امام اطفال المسلمين بنات المسلمين شباب المسلمين الاجيال الناشئة بفلوس المسلمين بفلوس المسلمين ولما ليجني اتكلم يقولك والله انت مش فاهم حاجة والسياسة طيب انا مش فاهم في السياسة انا لا اعلم شيئا في السياسة يبيح للانسان ان يرتدي هذه الملابس وينزل بها بل يحارب من يرفض هذا الامر ويكون متشدد جدا لا اعلم وهو بصوا بيوزع هو نفسه بيوزع بصوا بيوزع بيوزع التمور والاكل على الناس قبل الفطار في رمضان شفت يا جماعة ان لله وان عليه رجعون هذا ببساطة شديد هي دي النماذج اللي هم بيقدموها لنا تخيلوا الكبار حصل لهم هذا الامر لما تتلوثوا بالسياسة ودخلوا فيها حصل لهم هذه الفتنة هذه فتنة يا جماعة يعني حتى بعض الاشخاص اللي بيقول لي لازم تروح الغرب عشان تحكم عليه انا يا حبيبي مش هروح الغرب عشان تفتن زيك هو نفسه مفتون اصلا هو راح الغرب كان قبلها بيشن على الغرب لما راح هناك بدأ يهاجمنا اصلا انا مش هروح عشان تفتن زيك انا يكفيني ان ارى هذه الاشياء يكفيني ان ارى منصور يكفيني ان ارى هذه الطفلة التي هؤلاء الاطفال المساكين يكفيني هذا الطفل الذي قبض عليه كل هذه وقاع مصورة بصوت والصورة وانت بتكلمني عنه يقول لك سمحوا للاطفال انهم يخضوا مكان يصلوا فيه عم احنا بنكلمك على عقائد بتروح ودين واجيال بمئات الالاف ليه انت اناني اذا كان ربنا مسهلك وعندك فلوس تحط عيالك في مدارس اسلامية وتبعدهم عن هذا الخطر وعندك حصانة عقدية ومع ان انت اكتشفت ان اكثر الناس الذين يتعرضون للفتنة هم الاشخاص اللي هم المفروض ان هم يكونوا عندهم حصانة فما بالكم بمن هم اقل بالعكس والله من عامة المسلمين العاشين في دول اوروبا من المغرب والجزائر وتونس ومصر وغيرها وغيرها طبعا بدون ما انسى اسماء من العوام من يثبت ومن يتحرك او يتدب فيه الغيرة ويهرب من هذه البلاد خلاص هو حاسس هو مش محتاج فتوى اصلا يعني الموضوع ده ما عدش له علاقة لا بفتوى ولا بديار اسلام ولا بديار الكفر الانسان يبحث عن بيئة يبعد اطفاله عن هذه البيئة ويدور على اي بيئة اقل سوءا ملاهاش علاقة انا شايف الان ابن الابناء بيضيعوا امام عينينا يقعد بقى يجيب لك واحد يقول لك اللي سد ذرائع ومش عارف ايه والاصول الفقهية والشارفك انتو بتنفخوا في الرماد يا رجل بتتحقوا على نفسك بتتحقوا عن ناس ويرجع يقول لك والله احنا لا نسوغ السفر الى الغرب بتتحقوا على مين يقعد لك نص ساعة ولا ساعة يقصل لفكرة ان الهجرة الى دول الغرب مباحة بل مندوبة احيانا بل بلاد المسلمين اسوأ من الغرب وفي نفس الوقت يقول لك احنا لا نشجع ونحن لا نلمع ونحن لا ننمق يعني من ضمن الاشياء بصراحة لا اخفيكم سرا لازم اتكلم في هذه النقطة ما كنتش عاوزة اذكر هذا الامر بس لازم اذكره ولازم احذر الناس من هؤلاء بصراحة الشخص هذا الذي اتى به احمد دعدوش انا نسيت مبارح ان اعرض هذا الكلام له كلام قبيح جدا عن بلاد المسلمين كلام اللي قاله كلام قبيح جدا وفيه اتهام لاعراض المسلمين والمسلمات اسمعوا ماذا يقول لا شك ان الفاحشة في الغرب يعني منتشرة بشكل اكبر ولكن مثلا يعني مثلا الذين يريدون مثلا الزنا وكذا ربما في الغرب يحتاج حتى يعني لانفاق مبلغ اكبر حتى ولو كان يعني توفير الجو يعني سهلا بينما هنا في البلدان العربية قد لا يحتاج الى مبلغ بسيط جدا تخيلوا هذا الكلام يعني انا مش هتأول كلامه هو بيقولك انه في الغرب تحتاج الى مبلغ اكبر حتى تقع في الزنا وهذا الكلام غير صحيح يا رجل بالسجارة يا رجل انا شفت فيديو بالسجارة بياخد البنت بخطة ايد بحطة شوكولاتة بحطة عسلية بياخد البنت بيروح على الفندق الزنا اسهل مما يكون في الغرب والعياذ بالله انت الان تقول بمعنى كلامك في الدول العربية ان المرأة المسلمة ارخص من العاهرة الغربية اللي هم مرمين في الشوارع هناك اللي عامل لهم بتارين في الشوارع وتسعيرها رخيصة جدا او بعمل لهم بالساعة وبالدقيقة والناس دي يا جماعة هم دول اللي بيقولولنا لازم تكونوا منصفين مع الغرب لكنهم يدلدون بلاد المسلمين ويشوهون صورة الاسلام والمسلمين والمسلمات ومعندوش مشكلة ان هو يقولك ان المسلمين ارخص من الكفار في الدعارة والزنا والامور هذه هو دا اللي بيطلبك بالانصاف بيقولك انت لو ما انصفتش الغرب الملاحدة هيزعله هيحسوا ان انت بتفتري عليهم يعني انت خايف على شعور الملاحدة ومش بتراعي شعور نحن كمسلمين ونازل طحن والشذوذ في الدول العربية والاسلامية اكثر من الغرب بدون اي احصائيات ولا اي شيء عندما يتكلمون عن المسلمين لا يراعون لا احصائيات ولا شعور المسلمين وعندما يتكلمون عن الغرب يطالبون بالانصاف والعدل وعدم المبالغة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وعمر بن العاص قال كذا هو دا التلاعب بالدين ما شفتش حاجة غير كذا بصوا هنا كمان بيقولكو حاجة تانية مضحكة تضحك الثك لا اسمعوا مثلا وكذلك ربما الحصول على الخمر لا ادري او تلك الاشياء في الغرب قد يحتاج الى كلفة بينما هنا قد يجدها بثمن ارخص فهل في هذه الحالة مثلا فهل نقول بان الشهوات صارت هنا اسهل من الغرب ومنه يجب الهجرة من هنا الى الغرب والله يا جماعة هذا كذب الخمر في الغرب ارخص من الماء يا رجل الخمر في بلادنا انا انت عرفت منين بقى ان المرأة او المسلمات في بلدنا وانت بتتكلم مع احمد دعدوش عرفت منين المسلمات ارخص من العاهرات اللي في الغرب يعني انت رحت بيوت الدعارة يعني استكشفت هذا الامر يعني احمد دعدوش بيقولك في الفيديو اللي هو عمله السابق بيقولك انا شفت بعين الشذوذ في بلاد المسلمين اكثر من الدول الكفر هنا 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 يقول هذا الكلام مثلا هنا هذه البلاد فاذا هذه جنة الدجال اما في بلاد الاسلام نفسها لو كان الشذوذ منتشر في بعض الدول كما رأيت بعيني كما رأيت بعيني في بعض الدول مش بعض المناطق اسمعوا ماذا يقول في بعض الدول كما رأيت بعيني أكثر من بلاد الكفر فهذه ليست مشكلة مهم أنه بلاد التوحيد هذه تبقى بلاد التوحيد والأسماء والصفات فيها على العقيدة الصحيحة شوفوا الهمز واللمز وشوفوا الأسلوب الخبيث يعني أنتم أنا لما قلت عنكم أنكم خوارج على بلاد المسلمين ومداخل مع الغرب لم أكذب عليكم يا رجل لم أفتري عليكم أنا لم أفتري عليكم عندما قلت أنكم مداخل مع الكفار مع بلاد الكفر وخوارج على ديار المسلمين مش خوارج تطلعين بالسيف لا تعدلونا في الكلام على بلاد المسلمين يا رجل الخمر في بلاد المسلمين أرخص من الغرب المرأة المسلمة أو المرأة العربية عشان ما يقول لك شا صلاة وكشكنش أصدع المسلمات يا عم المرأة العربية أرخص من العاهرة الغربية اللي بتتباع البترين في الشوارع وكيف استطعت أن تستشفى ذلك وأن تقدر ذلك وتقول أن هذا أرخص أو أغلى والخمر أرقص أو أغلى أي واحد عايش في الغرب وأحمد دعدوش سمح له أن يقول ذلك لأن الكلام على هواه يسمح له بذلك إذا كان الكلام على هواه ويخدم الفكرة الأساسية اللي فيها طبعا أن الحياة في بلاد المسلمين زيها زي دول غرب بالعكس ربما يكون أسوأ كمان فيسمح له بهذه الطعونات الواضحة جدا في بلاد المسلمين مشكلتنا مع هؤلاء مشكلة عميقة جدا مشكلة خطيرة جدا وهم المشكلة أنهم يتلعبون بالناس يجيلك في آخر الكلام ويقول لك أنا لا أشجع على السفر إلى الغرب بس يعد بقى يتحن لك في الدول المسلمين ويلمع لك ويقول لك هنا نشاطات وهنا كذا لا يوجد أمر معروف في بلاد المسلمين بينما يوجد في الغرب يا رجل كذبت بل العكس لا يوجد حتى إنكار باللسان في الغرب يوجد عندنا إنكار في غالبية الأشياء عدى الحاكم عدى السياسة زي ما أنتم سكدتم عن الشذوذ وعن الأمور هذه الخبيثة كما قلت أنت في فيديو لك هنا على سبيل المثال أنت قلت أهو لذلك أقول من يريد أن يجرب يجرب ويخبرنا ما هي النتيجة لا أقول يعترض على السلطة ولكن يجرب أن ينكر المنكر فيها الذي ينكر المنكر في بلادنا والله إذا خارج نطاق السلطة نعم لا يوجد لأي مشكلة معه بلده فقط ثم نقارن ما يحدث معه وما يحدث معنا نحن في بلاد الكفر عندما نستطيع أن نخرج وندعو للإسلام مع استثناءات خطوط حمر نعرفها لا تنتقد إسرائيل ولا تنتقد اليهود تحديدا ولا قوس قزح نعارف إن هذا خط حمر لا يمكن الاقتراب منه طيب أنت أعود في بلاد المسلمين ولا تنتقد الحاكم وإنكر المنكر زي ما أنت عاوز أمر بالمعروف موجود في الغرب لا تستطيع أن تنكر على أطفالك ابنك لو عاوز يتحول ليس لك الحق في أن تمنعه البنت والعياذ بالله إذا جاءت بعشيقها إلى المنزل لا تستطيع أن تقول لها عيب الزوجة لو أرادت أن تهدم المنزل لا تستطيع أن لا يوجد شيء يعني يوقفها القانون كله معها لا تستطيع أن تنزل للشارع وتقول لهؤلاء الذين يقبلوا بعضهم بعضا ذكورا وذكورا وإناثا وإناثا أو واحد يعمل علاقة فاحشة في الشارع لا تستطيع أن تقول له حرام بالعكس أنا أقدر أقول الكلام ده في بلدنا بل لو أنا شاكك أن هذا أن هذا اللي جالس مع البنت بس مجرد جلسة حاسس أنه هو في ريبة بروح أنكر عليه أقول له أنت وعدين كده بتعمله إيه ودع حصل نعم لا ننكر أنه عندنا عندنا فساد وعندنا مبيقات وعندنا كل شيء بس لم نصل إلى حالة الغرب اتقل لا يا رجل اتقوا الله والله هذا الكلام ستحاسبون عليه كما أنكم تخوفون الناس وتقولون هذا وافترع أنتم تفترون على بلاد المسلمين افتراء واضح وصريح وتقولون أن المسلمات أرخص من الكافرات العاهرات هذا لا يقوله أحد وأن الخمر في بلادنا أرخص من الغرب الخمر يا رجل في أرخص دالبيرة اللي هي الآسف يعني زي بولي الحمير أغلى من الخمر الفاخر في الغرب اللي بيتباع كده في كل يعني أنت تروح أي سوبر ماركت في الغرب لازم يكون فيه حتى للأسف الشديد بعض الأماكن المسلمة للأسف الشديد أو اللي يعني صحابها مسلمين بيبيعوا الخمرة والعياذ بالله بيقدموها الخمر في الغرب زي كده بيفطروا والصبح والظهر والعصر في أي وقت احنا عندنا الشباب لما يحبوا يشربوا خمرة بتكون في صهرة في ليلة في أماكن محددة مقننة بعيدة تماما عن العامة وليست كما في الغرب طيب أنا آسف يا جماعة إن أنا خرجت عن الموضوع نرجع ونشوف الجماعة الكبار هذا حمزة يعني احنا تكلمنا عن هذا الشخص وعندنا حمزة يوسف اللي تفاخر به البعض وطاروا هذا رئيس وزراء اسكتلندا لسه منزل منشور من حوالي أربعة أيام برايد منث 2023 وطبعا هذا من أشد المدافعين بل هو يهاجم اليمنيين اللي في الغرب النصارى يعني تخيل النصارى اللي هم من أصول اسكتلندية هو بيهاجمهم بيقولهم أنتم أنتم لا تحاربون الكراهية كما أحاربها وكما أعطي لهؤلاء بل سأضمن حق هؤلاء في الدستور هو كان من ضمنه عدو الانتخابية تضمين حق هؤلاء في الدستور وهذا لم يحدث في تاريخ أوروبا كلها منذ أن نشأت هذه الدول كلها لم يضمن هذا الحق الحق يعني حسب زعمهم في الدستور في أي دولة الآن هو هذا اللي بيقولك مسلم أول رئيس وزراء مسلم في اسكتلندا هي دي النماذج هي دي النماذج عمضة لندن عمران خان عمران خان إيه كاذب خان اسمه صادق خان مش عارف إزاي صادق وخان إزاي هو صادق وخان هذا يقولك أنا ما أقدرش أستنى ما أقدرش أستنى يا جماعة عشان أنزل للشوارع أنا عايز أنزل جتت بتاكلني مش قادر أعود في البيت يا لطيف هنا أيضا إلهان عمر مدام إلهان عمر إحدى النماذج النسويات الناجحات في أمريكا في الكونغرس الأمريكي تقول Fight for LGBTQIA plus rights قاتل أو دافع معرفش يعني فايتة جماعة ليه القتال أعتقد القتال وهنا كتبة بقى كلام كثير جدا وإن هي مشروعها هذا الأمر والمسواة والنحنا هي هذه ترامب أشد منها في هذا الموضوع أقرب للمسلمين منها وهذه المرأة هي التي طلبت بتوقيع عقوبات على مملكة بروناي المسلمة لأنها أرادت تحكيم الشريعة الإسلامية حتى لم يفعلها أعداء المسلمين هي اللي كانت إذا في دولة عاوزة تطبأ الشريعة الإسلامية لازم نفرض عليها عقوبات تعالوا شوفوا هذه هنا لما صدر قانون أو صدر تعديل في المحكمة العليا في أمريكا بتعديل قانون الإجهاد أو الدستور كان في حق الإجهاد أنه يعني أي ولاية تقرر ما تشاء قالت أنها سوف يعني عندها استعداد أي بتقول putting my body on the line حط جسمي على المحك يعني الكلمة دي معناها أن أنا ضحي بحياتي أن أنا ضحي أأتي لنفسي يعني زي ما بيقولوا من أجل استعادة هذا الحق اللي هو حق الإجهاد إلهان عمر هذا حسابها الرسمي ولبس لك حجاب لبس لك حجاب وقولك ده ما ببينش شعرها يا راجل ده لها صور وهي مبينها شعرها ولبس الحلق وجعز أخش في حياتها في شخصية لأنه فيه ناس بيقولوا ليتكلم وزوجها والراجل اللي متجاوزت ماليش علاقة بالكلام ده كله أنا ليه بالتصريحات بتاعتها أخش في حياتها الشخصية هذه رشيدة طليب ياه سلام حقوق القضية الفلسطينية المدافعة عن القضية الفلسطينية هذه المرأة عندما أصدرت المحكمة العليا منع موضوع اللي هو حق الإجهاد المزعوم ماذا قالت هذه المرأة؟ بصوا كذا بتقول إيه؟ هذا سيعرض الأشخاص الخطر الذين يحتاجون إلى الوصول للإجهاد القانوني يجب على مجلس الشيخ تمرير مشروع مجلس النواب لتقنين يعني لإعادة الموضوع تاني لا تزال عمليات الإجهاد الآمنة قانونية ويجب أن نحافظ عليها على هذا النحو يا سلام دي سكتوا واحد بيقول لي هذه سياسة يا عمي فيه ناس أصلا كفار لم يعترضوا على هذا القانون ترامب لم يعترض بل هو اللي سعى لتغييره كل حزب اليمين لم يعلقوا ولم يفعلوا الحزب الديمقراطي مش كلهم طلعوا مصدرين دول يقول لك أشوفوا المسلمين دول مسلمين أي إسلام أعوذ بالله أن يكونوا من المسلمين ده دي مسلمة دي مسلمة ده مسلم ده مسلم والله أعوذ بالله إن كان فيه إسلام بعد كده ويقول لك أنت بتكفر أعوذ بالله ويكونوا مسلمين والله لو كانوا مسلمين أنا لا أعرف شيئا على الإسلام ولا على الإيمان إن لله وإن الله راجعون هنا لما صدر القانون هنا هنا بتقول لك إيه أنا قطني امرأة تبلغ من العمر سبعين عاما بشدة اليوم لم تصدق أنها تسير مرة أخرى من أجل الحقوق الإنجابية جيبة قصة واحدة يعني امرأة كبيرة في السن قبلتها في الشارع وحضنتها وبكت في صدرها قلت لها مش معقول إحنا تاني هنفضل هنقاتل عشان نرجع الإجهاض سلبوا مننا حقنا في الإجهاض في قتل ملايين الأجنة تخيلوا اليوم اليوم من النهاردة إحنا مثلا في في نص السنة حوالي 30-40 مليون طفل أجهدوا وقتلوا ذكرتني برجل أسود كبير السن بالبكاء في العام الماضي غير مصدق أن أحفاده يسيرون من أجل نفس الحقوق التي ناضل من أجلها هنا ليندا صرصور لبسه لك الحجاب وهذه نموذج من النسويات الناجحات في الولايات المتحدة الأمريكية قالت دعوة لجميع النساء والحلفاء لازم ننسي للشوارع في مدينة نيويورك ردا على إلغاء قانون الإجهاض أو حق الإجهاض هذا 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 هذه يعني لبسة حجاب وزي الفل ما بتبينش شعرها على فكرة ما بتسيبش حتة حتى بتلبس بتاعها كده تحت الإشار بلبسة يعني غطى كده غطاء للرأس عشان ما يبنشي الشعرية لو طلعت تبقى مصيبة عورة يا جماعة إنما الإجهاض والشدد الجنسي وحق الجنس وحق عوذوا بالله والله مش عارف الناس بعيشة إزاي أنا باستغرب يعني أنا ما عرفش إزاي الإنسان يجتمع فيه هذه الأشياء هنا أيضا الأستاذ عمر الغبرة عمر الغبرة هذا سياسي من أصول سورية يعمل وزيرا للمواصلات في الحكومة الكندية حكومة جاستين ترودو نزل تهنئة من كام يوم هنا الكبرياء هو القبول والاحترام إنه يتعلق بالكرامة والمساواة يتعلق الأمر بإنشاء مساحة آمنة لجميع ليكونوا على طبيعتهم كبرياء سعيد هابي برايد نفس الشخص هذا من كام شهر من كام شهر نشر فيديو على حسابه الرسمي على فكرة هذا حساب حكومي عليه العلامة اللي هي الباهتة هذه حساب حكومي للتضامن مع النسويات يعني هو بيقولك لسه في عنف ضد المرأة في المجتمع الكندي تخيل المجتمع الكندي اللي الرجل حقوقه أقل من حقوق الكلاب لسه كمان محتاجين فلبسه هو وزراء الحكومة لبسوا أحذية نساء بكعب عالي بصوا بصوا شوفوا كذا وهم بيسقفوا لهم يا حلوتك ادلع يا حبيبي ايوا يابا ايوا ايوا يلا يلا برافو المشكلة إنه هو هو ده هو ده اللي هو الغبرة ووراء واحد التاني أنا مش فكر اسمه أحمد حسين ولا اسم ده الرجل الاسمراني ده الرجل ده اللي هو وزير تقريبا الإسكان اللي هو واحد هو كمان وزير اصلا من أصول صومالية اسمه أحمد حسين او حاجة زي كده تمام وهم دول بيسقفولهم النسوان بيسقفولهم برافو عليكم بصوا النسوان بسقافلهم يلا 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 هصيصان شو حلوين والله حاجة بفضح والله حاجة مصيبة لابسين لابسين بصوا بصوا لابسين بتاع كعب عالي او تحته بصوا لابسين تحدي كده كعب عالي بلا عليكم في حاجة في السياسة تجبر الانسان ان هو يعمل هذه الاشياء هم دول يا جماعة قدوة الاطفال وهما دول بقى نماذج النجاح الباهر في السياسة اللي دخلها المسلمين في الغرب يلا جماعة شاركوا تروحوا وحطوا صوتكم وكذا وطلعوا فلان وفلان الراجل اللي انتخبوه في منطقة اسمها ديربون ولا نشكر ايه في امريكا والمنطقة دي كل الناس بتشهد انها فيها غالبية مسلمين راحوا انتخبوا راحوا انتخبوا واحد عشان يبقى هو الممثل بتاعهم فلما اكتشفت الاهالي انه فيه كتب للشذوذ الجنسي وكتب فاحشة في المدارس وراحوا يشتكوا وعملوا احتجاجات وخرجوا اليهود والنصارى والمسلمين تفاجأوا بمن مين بقى اللي وقف ضدهم حزروا فزروا يا جماعة مين اللي وقف ضدهم ومين اللي حاربهم ومين اللي اتهمهم بالتطرف هذا الممثل اللي اسمه حاجة عبدالله مش عارف ايه اسمه حاجة كده اسمه احمد عبدالله واللي عبدالله مش عارف كده تخيلوا هي دي النماذج البنت اللي قالك جابت الاذان في منطقة مش عارف كده دي ايش داعمة لقوم الوقت اعملكوا ايه هاتولي انتو النماذج الناجحة الحقيقية من عندكم يقولك لازم ننخرج في السياسة ولازم نغير ايه ده اهم ما بيخشوا السياسة بيتحولوا الى شواذ يعني اقل واحد فيهم داعم فقط يعني بيخشوا السياسة بيطلبوا بحقوق يعني صادق خانه ده يا جماعة والله مصيبة ده الراجل ده بيحارب اي شخص بس يكتب تغريدة ليس فيها مثلا تأييد يعني مش مش قضية انه هو بيعمل كده عشان السياسة وعشان مش فاهم اذا يا جماعة اذا الكبار فتنة الكبار وفتنة الصغار ماذا تريدون هؤلاء ناس معهم عقول كانوا يزعمون الاسلام قبل هذا الامر وربما كان مسلم صالح ما حدش يعرف كان راجل بيصليه في حاله وكذا دخل السياسة تنجس وصار مصيبة سودة فالاطفال منصور منصور البطل جزاك الله خيرا اعطتنا فرصة لنكشف للناس حقيقة هذه الدول واسف ان انا طولت عليكم والله لكن هذه التعليقات وهذه الحلقة ربما ربما اغلق هذا الملف قليلا لان احنا اتكلمنا فيه كتير يعني وضع الاطفال اتمنى تكون الحلقة دي كافية ان الناس لما حد يكلمك قلوا والله شوف اللي بتعرض للاطفال اتفضل هذه الحلقة بعتها لهم قلوا لهم انفضلوا هذا رابط الحلقة ان شاء الله حاول اقطع الجزء ده وانشره في فيديو مستقل والان نتلقى الاتصالات وربنا يسترها بتكون الاتصالات خفيفة علينا معنا اول اتصال